اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تنفجر الإنارة والضوء في الأفق الشرقي الراسد يقول هذا فجر والنبي صلى الله عليه وسلم في معاني الأحاديث أن الفجر فجراني فجر كاذيب وهو كذا نبي صرحان وفجر صادق وهو الذي انتشر في الضوء في الأفق الشرقي ولذلك بعض الناس أولا ما عندهم علم بالهيئة بالهيئة الفلكية وما عندهم علم بالآفاق لأنه إنسان يكون عنده علم بالآفاق كين لأفق الشرعي وكين لأفق الحقيقي وكين لأفق المرئي ولي كل شخص يعني آفاقه الخاصة بالنسبة للفجر الكاذيب لعلماء المتخصصون قالوا تكون في 30 درجة 30 درجة يعني تنحط الشمس تحتلق وفق في 30 درجة وذلك ساعات ذلك الإنارة تكون هكذا كذانا بالدئب يعني كذانا بالدئب هكذا تكون مستطيل وطالع للسماء في حين أن الفجر الصادق تكون مستطير يعني تكون منتشير هكذا وبين يعني المؤدنين ولي الله الحمد والناس كيعرفوا الفجر الكاذيب من الفجر الصادق وباختصار بأن هذه الحصة دين وزارة الأوقف والشؤال الإسلامية هي فيها الآدان دين الفجر الصادق ماشي الفجر الكاذيب يحل الصلاة ويحرم الأكل والشراب يعني فيها بداية الصوم وفيها يعني بداية ديال الصلاة أما الناس اللي كي أدلموا الدين وماذا كيتسحروا هذو كي تصبحوا ماشي كيتسحروا هذا الصباح هذاك ماشي تصحروا الإنسان مثلا اللي كي أدلموا إليك إلا المؤسمعتي الآدان هذاك الشي اللي في فمك ستطرحوا وهذا اللي تروا هذا الفتنة جايبين واحد واحد الأحاديث صحيح إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يديه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه هذا الحاديث صحيح ولكن العلماء اللي حرروا هذا الحاديث وشرحوه قالوا هذا الحاديث التي تعلق بالآدان للبيلال لأن هناك آذان لأن هناك آذان بلال وآذان ابن أم مكتوم رضي الله عن صحابة وصحابة وصحابة ومجمعين بلال يعدن بليل وابن مكتوم لا يؤدي حتى يقال له أصبحت أصبحت يقدن قبل يستعد البيت سحار ووضاء ويستعد صلاة الصبح وبالنسبة لأدان الابن مكتوم سيحرم الأكل والشراب والذي يخذو هذا الحاديث ويروج يقولون بأن المغرب يأدن في الفجر الكاذيب عند الحق الناس يأكلوا ويشربوا سبعتنا وحد يقال لك 35 دقيقة وهذا ضلال وكاذيب وهذا يبطل العبادة للمؤمنين والمؤمنات والشباب يتقوا الله تعالى في مثل هذه الفتاوي يعني الرعناء اللي لا شريعة ولا دين ولا حق لأن الإنسان اللي يتكلم في هذا الباب تكون عنده دراية برصد الفجر وتكون عنده دراية بالأوقات العلماء دينا مثلا التقويم دا الوصالة الأوقاف الإسلامية ويش زهم الله خيرا دقيق لأن أولا استخداش أوقات الصلاة هناك طرق تقريبية هناك طرق دقيقة وقطعية وحقيقية بالنسبة لهذه الطرق كما كان عبره مثلا أقدام كان الظهر العصر بالأقدام هذه طرق تقريبية كان عرفوا الصلوات النهار بالظلال وكان عرفوا صلوات الليل أوقات الليل بسفة عمل أوقات الوقت الضحى قبل الضحى بعد الضحى الزوال بعد الزوال قبل الزوال العصر لغير ذلك كان عرفوها بالأقدام أما الأوقات الجليل كان عرفوها بالمنازل كان عرفوها المغرب والعشاء ووسط الليل والصحور كان الأقدام كان عرفوها المسائل اللذعية الزوال لأخوط في هذا الباب أما اليوم فطرق استخراج أوقات الصلاة هي طرق يقينية وطرق قطعية وطرق رياضية وطرق دقيقة لأنك تتخرج بالحسابات وباللغريتمية كمثلا مثلا اليوم عشر رمضان كان لحظوا هناك فرق بين توقيت يغرم وتوقيت تلوين وتوقيت تلوين وتوقيت ولد تيمة هذا يقليم واحد لا كين دقة مثلا الصبح في تلوين 85 الصبح في تلوين 12 دقيقة الصبح في ولد تيمة 5 14 دقيقة لاحظوا لأن العلماء يعني سواد المسائل كل درجة الشمسية تقليل 4 دقيقة ونحن نعرف بأن الشمس من الشرق إلى الغرب وكل درجة والدرجة 111 كم فسنا 111 دقيقة كل درجة شمسية أو درجة في الأرض هكذا تقليل 111 كم فسنا 111 فكل 111 كم تقليل فسنا 111 فسنا واحد واحد يعني فسنا واحد هذه كمها فيها 4 دقيقة بين الأدن والأدن لاحظوا مثلا 100 تلوين وتلوين وتلوين كان 100 كم زيادة إذن الفرق بين بين الأدن الأدن دين اليوم ل5 و8 دقيقة الصبح ولكن تلوين 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 و12 دقيقة و أولاد تيم 44 كم 14 من تلوين 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 قضية الفرق تلوين و تلوين 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 في الفجر الكاذيب فليتقل هؤلاء الفجر في المغرب والعالم الإسلامي تقريبا ب جي بي اس تلوين 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 أن الفجر في 15 درجة لا الفجر في 19 درجة وعلي المراكوشي المتخصص 20 درجة ولكن هذا من المتخصصين الفجر الفجر والشمس منحطه 20 درجة ولكن الفجر عندك الدن منحطات الشمس 19 درجة الفجر يكون صادق وتنتشر في الأفق الشرقي وكيبان الخيط الأبيض من الخيط الأسود و تلوين بمعنى أن الحصة لا تزيد الرمات نقص ولذلك يأكل ويشرب والأدن يفطر ويتصبح ولا تسحر إذا الإنسان يسمع الأدن يجب أن يطلح أما الأدن الأول الحمد لله في البلاد ما زال يدون الأدن الأول واحد فيه ما فيه أصلاة وخير من النوم واحد فيه أصلاة وخير من النوم ولكن الأدن في المغرب دقيق ولا ما فيه مثلا دقيقة ولا دقيقتين مثلا كي يسبق الأدن في المغرب وكي يتبعون أو التيمة وكي يتبعون وكي يتبعون مثلا وهكذا تل الدخلة تل القويرة وهكذا يعني لأن الشمس كنتمشي هكذا وفيما تلطرها تكون فيها فيما تلطرها الشرق إلا كانت فيها بجيسة معنا الزوال ثم إلى غربة ولذلك هذه المسألة خاصة تكون واضحة للمؤمنين بشيء لا يتطلق الصيام والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر